اهلا بحضراتكم مرة تانية لسماعكم من خلال الاهل الليلة وضفنا في هذا اللقاء واحد من حراس المرمى السابقين في الكرة المصرية وفي النادي الاهلي وكان مشواره مع ومشاركاته مع الفريق الاول في النادي الاهلي من عام 98 او موسم 98 99 وحتى عام 2003 ثم انتقل لبعض التجارب خارج النادي الاهلي وقام بحراس المرمى في اندية مثل حراس الحدود وبتروجات والداخلية وبيحتفل ضفنا النهاردة بعيد ميلاده ل42 انه من مواليد عام 77 يوم 19 اكتوبر القادم يوم مطش الاهلي والزمالك بعد ست ايام ان شاء الله الكابتن احمد فوزي حارس المرمى السابق في النادي الاهلي مساء الخير يا كابتن مساء الفل كل سنة طيب وحديدك بالصحة والسلامة وربنا باركلك ربنا خليك يا كابتن قل لي شايف مطش الاهلي والزمالك ازاي في انطلاقة الموسم مطش السوبر وبالمقارنة بعد انطلاقة الفريق ومستوى في المباراة الاخيرة في الدوري في طولة افريقيا رؤيتك ايه المباراة الجاية بين الاهلي والزمالك لو تكلمنا على مباراة السوبر تحديدا مباراة السوبر كان فيها مخاوف كتير من جمهور الاهلاوي كان مستر فال حسن او فايلر كان لسه ماسك الفرقة او فايلر خير زي ما بيقولوا مستر ماسك الفرقة مش عارفين هيلعب بأنهي معصفات غير انه هو كمان مش عايز يسمع اللي فات وبياخد من دماغه ومن التمرين الفرقة فاعتقد ان ده ما كانش فيه وقت كبير فرقة الزمالك كانت فاقة واخد الكاس كاس بنا برمز بنتيقة كبيرة عامل نتائج ايجابية ومشيين بخطة ثابتة ولكن الراجل فاجئه من اول نص ساعة بيضغط عليهم عندهم في الثمانتاشر بتاعهم يمكن ده عمل لهم ربكة وخلاهم يعني بعد خاصة نص ساعة من الشوط الاولين انا مش فاكل في شوط الاولين شوف ناشي ناوي الاهلي كان مسيطت كمان على الشوط الاول كله يمكن ربع ساعة كمان الاولى من الشوط التالي يعني لو قلنا خمسة وستين دقيقة احنا كنا متسايدين وبعدين لظروف اصابات معينة وتغيير في الناس موجودة في الملعب قدت ان النادي الاهلي يتراجع شوي خلي بارك احنا ما تراجعناش ولا حاجة هم بيقولوا كده يعني يعني زي ما بيقولوا كده ايه عايزين يشي منافسهم احنا ما احنا ما تراجعناش ضرب الجزاء يمكن غيرت فيها حمد فتحي هم متحمل اثرها لحد دلوقتي اه وبعدها ضرب الجزاء تانية اه شناوي فهي اخطاء فردية انما في المجمل العام هم ما عملوش حاجة زي ما احنا ضغعنا الشوط الاولي مثلا ست انفراضة خمس كور مش اقول ست خلينا خمس كور منهم اتنين افشة اه اه واحدة اجي اه 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 اتنين افشة واحدة اجي اه واحدة احسين الشحات يعني فلأ كنا احنا متفوقين تماما او حمد فتحي كان زعلان اوي كان يقصي جدا على نفس ان عمل الخطأ دل انه عنده تحدي لانه بدأ بقوة مع النادي الاهلي والجمهورات جدا عن مستواه فده ده هيجي مع الخبرة والمشاركات اكتر ان الاخطاء دي ما تحصلش نوالي عب مميز باجمع القراء طبعا الناس مبسطبي جدا اكيد بس في نقطة ايجابية جدا اللي يتحمل خطأ بالمنظر ده وبالشكل ده صدقني جمهوري الاهلي بيشيره فوق صحيح اللي يقول انا اخطأت خلاص الخطأ ده لا ده كمان بيتحمل الماتشات اللي بعدها يمكن كان الخطأ ده اثر عليه في الماتش الفتاحي امام سموحة في الدوري ولكن ابتدى يفوق بعد الماتش بتاع اسوان اعتقد ان احرازوا الهدف في الماتش اسوان نقطة ايجابية جدا جدا لحمد فتحي وهترجعوا المستوى زي ما بقول الماتش الجاي خلي بالك ماتش الزاملك اللي كسبناه واحد سفر في اخر الدور الثاني في السنة الفاتت الموسم اللي هو مش عارف السنة الفاتت انا مش عارف الموسم ده كان ايه حمد فتحي كان احسن واحد في الاتنين وعشرين مش في الفرقة بس لما اخطأ في الماتش السوفر انا اعتقد الماتش الجاي ان شاء الله ربنا هيكرمه عندي فاتحي ده ان شاء الله يعني باذن الله لو وفقه ربنا وقشر اصابات اولى مشكلات اللي بتعطى المشوار اللاعب باذن الله حيبقى سوبرستار في الاهل وفي منتخب نصر ان شاء الله عدد من السنوات لانه لاعب متكامل في المركز ده عنده كل قدرات الهافد فاندر الناجح احنا كنا دايما بنقول بانه سنين كتير قوي عايزين واحد زي فرانكم في الترجع ربنا رزقنا بلاعيب نسخة من فرانكم مش نفس قوة بس نفس الامكانيات اه 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 بمعنى الكلمة يعني رقم ستة اللي هو ايه مفيش حسن من كده فنتمنله التوفيق نتمنله ان يكمل على هذه الصورة نتمنله ربنا يبعد عنه الاصابات وان شاء الله هيبقى حاجة كويسة كده باذن الله طيب نتكلم عن ان احنا كنا افضل الحمدلله باجمع الاراء في مباراة السوبر وبعدها بدأ كمان بدأت حلاوة الاداء بقى الناس تشديها والفوز باربعات وخمسات الحاجات اللي هي تعرفت عن النادي الاهلي وكان الجمهور مفتقدها نفسه يشوف ايه رأيك في التغير ده وشايف المقارنة ازاي بين الموسم ده وانطلقتنا في الموسم ده وبين شكل الفريق واداءه في الموسمين تلاتة اللي فاته شكل الفريق واداءه ما تغيرش عن السنة اللي فاته خلي بقى لك من النقطة دي يعني اللي صارت كان بيلعب بنفس ساعات اربعة تلاتة تلاتة بس كان فيه شوات اجزاء صغيرة ان الجناحين بيستلموا من جوه يعني رمضان صبحي والشحات بيستلموا من جوه بيسيبوا الاطراف لعلي معلول وفاتحي او محمد هاني اي حد او محمود وحيد دي خلت الكسافة العددية جوة 18 كتير كتير جدا ثانيا الكرة بتتقطع بندغط عليها في اي حط السكند بول بتاعتنا في كل اجزاء الملعب اجا ايه مهاجم سترايكر زي ما الكتاب بمعنى هو سوري مش ملعي recall هو ايه زي ما بيقولوا كده يعني اه شادو سترايكر بيحرق اني حواليهم و shooting حمد الفتح والسلاية و mater Barry حمد الفتحة انت ايه زي ما بيقولوا كده ميحجم اى فتجم اى فرقة منك تطع ما بتجيبت الن hombres المشكلة انهو زود مسلا تركز في حتة معاينة جدا مع رمضان صبحي إنه يلعب على الجن كتير وما يزودش اللمسة الزيادة اللي كان بيعملها اللي كان بتخلي الخط بتاع الظهر كله يقف وبقى مواجه وتخلي المؤاجمين بتوعنا يتأخروا نقاط صغيرة جداً اهتم بإحسين الشحات وإنه على طول رايح على الجن من أي اتجاه حسينها تلاقي جاي من تحت الرأس حربة تلاقي جاي ناحية الشمال ناحية لمين حسينها على طول متواجد في الحاجة خد الثقة خلاص في أداءه مع الفريق وبدأ يقدم بقى اللي عنده كلعيب كرة مميز جداً أكيد أكيد السولاية وحمد فتحي وحتى أليو ديانجي لما كانوا مواجه أي حد بيشوت الشوت الكتير ده ما كانش عندنا أفشة أفشة متميز جداً في الحتة بتاعت الشوت دي أحمد فتحي في حتة التزديدات والشوت وكمان دور مجدي أفشة أنه بقى ملى منطقة البلايميكر دي اللي كنا يعني دايماً في تغييرات في المكان ده كتير لكن هو أثبت جدارة وبيأدي في المكان ده بشكل رائع على الحياة سأقول لحاجة صراحة محمد مجدي أفشة على نفسنا يعني أبهرني أبهرني لأن أنا ما كنتش مقتنع أنا شايف أن صالح جمعة كلعيب أعلى شوية ما فيش خلاف على إمكانيات صالح جمعة إنما المفيد في أفشة أنه بيعمل حاجتين بيلعب السهل خلي بالاكم بيلعبش الصعب خالص بيلعب السهل جداً اللي بيطلعه كويس ثانياً عنده ناحية الدفاعية أحسن من صالح فمجهوده أكبر عشان كده بيظهر بصورة أحلى مكان موجود صالح وإيقاعه سريع مش من العيبة الحريفة اللي إيقاعها بطيئة عمال دي أفشة ريتمه سريع في الملعب أكيد أكيد وده اللي مزود ريتم من نادي الأهلي ومخلي الكرة تبقى أحلى وخاصة لما الكرة تبقى في رجله هو والسلاسي الأمامي أعتقد أن الفرق كويسة جداً بس مش عايزين زي ما بيقولوا كده ياخدنا الفخر والزهو لا إحنا على عرض الواقع عايزين نكمل بنفس التركيز إحنا على عرض الواقع إحنا ما عملناش حاجة خلي بالك بعدين كابتن أحمد قبل ما نكمل إن إحنا محتاجين نحفظ على تركيزنا ونعمل ده إزاي وإن الفريق ما يحصلوش دراب لقدر الله في أي وقت لأنه بادئ بباور عالية جداً عايزين نكمل بها إن شاء الله الموسم كله محلياً وأفريقياً كمان المنافسة بين صالح جمعة ومجدي أفشا يتفوق مجدي أفشا يتفوق صالح جمعة كله صالح فريق الأهلي لأن الموسم كتير يعني كبير جداً وعاد المطشاط كتير ولا قدر الله بيحصل إقافات يعني إقافات أو إصابات النادي شخصية الأهلي وطموحات الأهلي وتطلعاته النادي البطل دايماً عايز أكتر من لعب سوبر في كل مركز دايماً مقول كده طيب أكيد كلام حضرتك تمام مية في المية وأنا معك بس فيه نقطة إيجابية كمان أنت عندك اللي بره أحسن من اللي جاء أحسن من الناس اللي موجودة في الملعب بينزلوا أدوا دورهم وزيادة لا دا اللي بره الثامنة عشر بينزلوا أدوا دورهم وزيادة صحيح طبعاً دي مقاومات الفرق القوية زي ما بيقولوا كده الاتنين اللي بيتنفسوا على مكان في مصلحة الاتنين دا بيزود نفسه عشان يبقى كويس وده بيزود نفسه عشان يبقى كويس والفريق المستفيد في الآخر الفريق والنادي هو المستفيد احنا عايزين كده في كل مكان عايزين مش أفشى وصالح بس عندك أحمد فتحي محمد هاني حتى محمود واحيد لها بموتشين من ساعة مجهد كان من أحسن الناس اللي موجودة في الفرق وهو موجود أليو ديانج أحسن معشورة لما بينزلوا بيبقوا هايلين جدا الرباع اللي وراء اللي بيلعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لاحسن إذا كان ياسر إبراهيم إذا كان متولي أو رامي أو أيمن أشرف أي واحد فيهم ماشي بطريقة المنافسة دي في المراكز بلال صالح إت عندك السترايكر ربنا يشفي طبعا مروان السترايكر الموجود بينزل بيهدف حتى صلاح بينزل بيهدف أجاية مش موجود أصلاح ورمضان بدأ الموسم ده والنهار ده بيلعب مع منزل أولمبي حتى عمل شغل فردي علي أوي وليس سلمان لما بينزل وليس سلمان لما بينزل يعني أنا عايز أقول حياتك إن كل اللي موجود على البنش واللي برا عاملين حالة للنادي الأهلي طبعا أنا عايز أرجع عشان أنا قطعتك عن ده نقطة مهمة جدا الرسالة اللي حابب توجيهها لزملائك نجوم النادي الأهلي عن إزاي أحافظ على تركيزي إنه مفقدش التركيز ده إن أدائي مميز أوي أو عامل فرق فني كبير عن المنافسين في بداية الموسم طيب أولا بداية من قبل أي شيء إحنا كنادي أهلي لسه ما عملناش حاجة إحنا بنتارد الأميرة السمراء النادي الأهلي عايز يرجع الأميرة السمراء من 2014 نهارده السنة الخمسة مش معقولة النادي الأهلي يغيب عن التدويج ببطولة أفريقيا خمس سنين وربعة مش إحنا فالترجب بتاعنا مش الدوري الترجب بتاعنا مش مرشد بطولة أفريقيا مش من مرشد دي الترجب بتاعنا بطولة الدوري بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا لازم اللعيبة تبع عندها قناعة إن إحنا بندور على إن إحنا نرفع كأس بطولة أفريقيا لازم ولازم يكونوا مقتنعين إنه مهما عملوا مش هيردوا جمهور إلا بطولة أفريقيا بس ولو جابوا بطولة أفريقيا هيتشالوا على الرؤوس دي نمرة واحد نمرة اتنين عايز تحافظ على الهدوء ده الراجل بيعمل حاجة كويسة او او تحافظ على الاداء ده كويس الراجل بيعمل حاجة كويسة او بيعمل روتيشن خافي بيعمل روتيشن بيدخل كل واحد يلعب شوية ويريح ناس فاللعيبة ما بتحسش ان هي الواحدة موجودة في الملعة لا دهنا لازم اكافح عشان اعمل احساب ماتش عشان نلعب الماتش اللي بعد محدش ضامن مكانه طول الوقت الاداء هو اللي بيخلي اي لعيب موجود في الملعة تمام الروتيشن ايجابي جد طيب نمرة ثلاثة كل اللعيبة بتتعامل معاملة واحدة كل اللعيبة عندها يعني الراجل بيقعد مع كل واحد على حد بيتعامل معهم بنفس درجة الاهمية بيدي كل لعيب اهميته وكل واحد بياخده على جنب بيصلح في الاخطاء اللي شايفها من وجهة نظره مفيش حد كامل كلنا عندنا اخطاء فبيحاول هو يصلح خطأ كل واحد طيب نمرة اربعة اللعيبة ذات نفسها عندها احساس خلي بالك ومتأكدين ان جمهور الاهل ازعلان من السنين اللي فاتت وعايزين يعني يرجعوا يجيبوا لنا البطولة فالاحساس ده مش عايز اللعيبة تسيبه طيب امتى هنحس بيه لو حسنا بالزهو والفخر ومناخرنا فوق وخلي بالك ماتش الجاي ده ماتش محوري وفايصلي اعتقد ان فريت الزمالك مش في كامل يعني مش في كامل مستوها على عكس امامنا احنا مشين كويس جدا ولكن عمر ماتشات الاهل والزمالك ما بتعتمد على عمر ماتشات سأل ماتشات 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 ماتش ماتش تعتمد على الرجولة والقلب والمجدع وقت الماتش نفسه بالزبط فالماتش ده لو مش هنا فيه كويس اعتقد ان احنا هنبتدي نعمل فرقة زي الفرقة بتاعت 2005 ليه بقى خلاص بالطالب اللعيبة في ماتش الاهل والزمالك يوم 19 ان شاء الله ان هما يلعبوا بمنتهى الجدية بمنتهى التركيز بروح قتالية زي اللي عملوه في السوبر بالزمال لو لعبنا زي ما عملنا في السوبر اعتقد النتيجة تبقى ايجابية ايجابية برقم كويس جدا لو عملنا زي ما عملنا اخر 25 ديئة ربنا يسطل ما تبقاش يعني الدنيا ليه لان خلي بالك مش احنا مش هما اللي كانوا في ايه احنا اللي خسرنا نفسينا او او يعني مش خسرنا احنا اللي دخل فينا جنين باخطاء فردية من احنا فسماحنا لهم انهم يكونوا متواجدين غير كده احنا كنا متسايدين المباراة فاتمنى ان احنا نكمل التسعين ديئة زي اول ستين ديئة في ماتش السوق طيب كابتن احمد ارعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا ارعة اوقاعة الاهلي مع كل من ابطال اندية افريقية طبعا نجم السحلي من تونس وبلاتينيا من زنبابوي والهلال السوداني شايف ازاي المنافسين والاهلي والمنافسة مستوى المنافسة في المجموعة اعتقد مجموعة الى حد ما مش قوية جدا يعني فيما جميع اقوى من هنا بس يعني وطبعا طبعا وضع النجم السحلي دلوقتي بين مدير الفن فوز البنزرتي استقال بقاله 15 يوم واللي ماسكه من مساعد بتاعه ما بيلعبوش في سوسا بيلعبو في تونس مرحلة فيها اضطرابات فنية شوية بالضبط يعني واحسن حاجة نحن عندنا اول مطش هناك خلي بالك تاخده وتخلص منه ان شاء الله يبقى المطش ده تعدي عقبة يعني بالضبط لانه منافس عنده خبرات وبتلعب على ملعبه الاول يعني ده يعتبر من اصعب المحطات في المجموعة دي بالضبط النحية التانية عندنا الهلال السوداني انا مش هتكلم عن المطش هنا وهناك انا هتكلم عن الهلال السوداني فرقة مهما كانت ملعبها للأسف ملعب سيئ لو بنعب على اضاءة الاضاءة بتاعتها سيئة الجمهور ولا اروع ولا احلى اهل السودان الفرقة اساسا فرقة قوية فالحمد لله ان احنا برضو مش هنلعب في السودان لظروف عندهم ظروف سياسية فدي برضو نقطة ايجابية كويسة جدا في مصلحتنا واخد بال حضرتك الفرقة بتاعت زنبابوي طبعا المدير الفن بتاعهم قال لك انا زمالكاو عايز اكسب عشان ازد مالك يعني اكسب مش قصة يعني كبيرة بس مش هتعرف تكسبنا ان شاء الله يعني بأمر الله مش طعف تكسبنا ولكن الفرق اعتقد انها في متناول النادي الاهلي حتى وان كان نجم السحلي من احسن الفرق الموجودة في افريقيا ولكن اعتقد ان في الوقت الحالي هم كمان ما ايدين 16 لعيب بس فاعتقد انهم في الوقت الحالي مش على ما يرام واعتقد ان احنا ان شاء الله نحنا لو ركزنا ولعبنا بنفس درجة التركيز والجدية زي ما بدأنا الموسم عندنا افضلية في المجموعة ان شاء الله هنتأهل اول ونعمل نتيجة كويسة جدا في المجموعة طيب عايز انتقل معاك لبعض الامور سامعين تركيز عليها طول الوقت ان مستر فيلر بيقول اللعيبة من بداية الموسم ومن اول لقاءته معهم في استاد التتش من اول تدريب انه حريص جدا على الالتزام بالتاكتكس على رؤيته الفنية وانه شرط استمرار اي لعب هو التزامه بوجهة نظره الفنية اهمية الكلام ده في اي فريق مهما كان حجم القدرات والنجوم الموجودة فيه تمام هو احسن حاجة فيه انه عايز الفرقة تلعب بدماغه هو مش كل واحد يلعب على حدة وده يمكن بيبان في الضربات السابتة خلي بالك احنا الحمد لله يعني بقالنا اربع مرشات بنعمل تاكتكس في الضربات السابتة بنجيب منها هداف تمام ودي مخلية اللعيبة كل واحد عارف دوره ايه كرة هتوصل امتى وهتتلعب امتى وازاي فهو بيلعب بدماغه هو ودي حاجة ايجابية جدا 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 مش فارق معاه المهم اللي ينفس حتى لو ما كانش في جودة اللي ما بينفسش ولكن اللي بينفس لان دي الكرة لعبة جماعية مش كل واحد يعني يبقى معاه كرة طيب روح لعب تنس بقى لو انت مش هتبقى في المنظومة بتاعة الحداشر اللعيب روح لعب تنس طولة روح لعب تنس فردي روح لعب اي لعبة فردية شوف لعب بقدرات رمضان صبحي الموسم ده امكانياته وفيش خلاف عليها قدراته البدنية والمهارية وسرعاته في الملعب فايلر ركز على اداءه انه يطوره جدا الناس شايفة تهديف شايفة تيم وورك اعلى في اداء رمضان الموسم ده شايفة مختلف خالص في طريقة انهاء الهجمة طيب الاول عايزة حقيقي اللي فكر ان احنا نبعد نشتري رمضان صبحي دلوقتي لان كمان شهرين رمضان ممكن يرجع انجلترا تاني يعني خلي فالك رمضان نتغير تمام مستوى بي على دلال اوي ما شاء الله بقى حاجة تانية خالص تمام اولا بقى جماعي ودي اكتر حاجة كانت مشكلتنا مع رمضان اتنين الكرة الزيادة ما بقاش يلمسها كان بيلمس واحد واثنين وثلاثة فالعيبة السردبكات بتوقف ما بقاش الكلام ده بموجود عنده ما كانش بيروح عالجون ويهدف كان على طول بيطلع عالطرف يعمل بالعرض يا كرة دلوقتي لا هو بيخترق ويروح عالجون دي حاجات ايجابية كتيرة ما كانش موجودة في رمضان ده شغل جهاز فني طبعا طبعا شغل جهاز فني بص انا متأكد ان ازاره هيرجع مع الراجل ده حاجة تانية لان مشكلة ازاره في الفينيش والراجل ده بيهتم بكل صغيرة وكبيرة لما ازاره ياخد فرصته اعتقد ان ازاره هيرجع في احسن بص في احسن حل ده مرت علينا لان الراجل بيهتم بالصغائر اللي ما كانش بيهتم بيها المدربين السابقين مع احترامي ديهم طبعا بس انا شايف ان الراجل ده لو ركز مع ازاره ازاره هابقى حاجة تانية طيب عايزين نتكلم شوية عن حراسة المرمى ونتكلم عن مستوى حراسة المرمى في النادي الاهلي حاليا المنافسة بين الشناوي اكرامي علي لطفي وفي نفس الوقت نتكلم عن مستوى حراسة المرمى في الدوري المصري بشكل عام خصوصا ان احنا لوائح عندنا ما بتسمحش حاليا باستخدام حراسة الجانب شايف ده لصالح المنافسة ولا لا لصالح منتخب مصر ولا لا ورأيك في مستوى الحراسة المنافسة بشكل عام طيب الاول طبعا القرار بتاع ما مفيش حراس مرمى اجانب ده قرار عشرة على عشرة وخلى الدنيا بكويسة او يا رب يعملوه في السترايكرز عشان ما عندناش استرايكرز في منتخب مصر خالص يا رب يعني ادي نمر واحد نمر اتنين حراسة المرمى في الناد الاهلي بخير اعتقد الشناو ماشي ممكن دي احسن سنين حياته السنة السنة الفاتت والسنة دي ملعب كاس عالم وكاس أمم أفريقية ويمكن في منتخبنا في كاس الأمم الأفريقية كان احسن لعب في الفرقة والحد اخر مباركة ممكن ياخد القفاز الزهبي بس يعني ربنا ما توفعش فشناو ماشي كواس جدا 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 الراجل المدرب الأجنبي ارفع القبعة مدرب محترم جدا بيشتغل بطريقة جديدة على الشغل في مصر مش اي حد بيشتغل بها رغم انه من القلائل اللي قرروا يستحبوا معاه مدرب حراس مرمى أجنبي مواطن من بلده يعني اول مرة نشوف حد جايب معاه من التيم المساعد له دايما كنا بنشوف يا ايما مدرب مساعد او مخطط احمال مع المدير الفني ومن نفس البلد اول مرة نشوف جهاز فني فيه المدير الفني الأوروبي حريص على انه يبقى معاه من مواطن من نفس البلد مدرب حراس مرمى اكيد مستر فايلر بيعتمد على رجالته زي ما بيقوله عنده تيم يمتريتشو زي ما بيقوله حضرتك كله بيلعب الحداشة اللي عيب بالتاكتك بتاعه المدربين بتاعه هم اللي بيوصلوا لانه برضو واحد في المنظومة يعني الحارس المرمى واحد من الحداشة الموضوعين في المنظومة فاكيد ليه تاكتك معين بينفزه واكيد اللي هيوصل التاكتك ده مدرب حراس المرمى الأجنبي تمام نرجع نقول ان الرجل بيشتغل كويس جدا شايف ان التلت حراس ماشيه معاه كويس انابه على نقطة معينة المدرب الأجنبي لما جاء لقى شناوي شريف وعلي لطفي ولقى مصطفى شبير وإحمد طريق سليمان ومعاهم رمضان بيطلعوا كلهم يتمرنوا وقال لك لا واحد بس يطلع لكل أسبوع انا مرر انا اربعة لو مرنت ستة التلاتة الأساسيين مش هياخدوا حقهم كامل والتلاتة التانيين مش هعرف ازودهم في الكورة او اشوف النواقص بتاعيتهم وعالجها فواحد بس من الصعادين مع التلاتة الأساسيين مع التلاتة الأساسيين يجي لكل أسبوع طبعا قرار عشر على عشر يعني مش كل الناس تعرفه بس قرار هايل هايل ده يدل على ان الراجل متفاني وعايز يصحح اخطاء كل حارس على جام مش عايز اتغل وعايز التدريب يبقى له تأثير على العيدة مش بيدربه خلاص بل الزبط هو مش بيمرن وخلاص لا ده بيمرن وفكره انه هو كل واحد يطلع مستفيد النهاردة من التمرين عشان كده بقوله شابوه فعلا يمكن القرار مش ناس كتير تعرفه ولكن قرار هايل تمام اعتقد ان حراس المرمى في الناد الأهلي في الأوقات الآنية هايلة جدا جدا نتمنى انها تستمر على هذا المنوال اما في الدور العام تفتكر هيعمل نفس التأثير يا كابتن احمد اللي قلت انه عامله مع اللعيبة يعني هيقدر يوصل ولو ان عملية الروتيشن او التدوير في حراسة المرمى قليلة جدا دايما الحارس اه وغير مطلوبة كله متفق على انه تثبيت الحارس الافضل في كل مرحلة امر مهم وإيجابي لكل فريق لكن يقدر ينقل للتلاتة احساسهم باهميتهم ودورهم مع الفريق وانهم يقود دايما في حالة استعداد كامل وجهزية كاملة لو الفريق احتاجهم شريف وعلي لطفي بنفس اهمية شناوي في الملعب اكيد طبعا بص انا قلت حقيقتك الجزء ايه اللي فاتت انه مش عايز تطلع حد زيادة معهم عشان يمررنهم كلهم على مستوى واحد تمام فدي طبعا اكيد واصلوا لهم طيب نمرة اتنين الناحية النفسية اعتقد ان مستر فايلر وجهازه بيشتغل عليها بطريقة هيلة نمرة تلاتة واحد زي شريف حدس ولا حرج خبرة كبيرة جدا حرس خبرة كبيرة وابن ناس وابن ناغه كبيرة وبيحب النادي الاهلي ومشجع درجة تالتة وانسان محترم جدا وكلامه راضيين وعارفه ونفسيته طيب واحساسه بالزبط احساسه الداخلي بالمنافسة احساس طيب احساس ايجابي ان انا نفسي اشارك وبنافس شريف بني ادم بيوري عشان كده بقول له حضرتك مش محتاج ان انا اتكلم على شريف لا شريف عارف وبيعمل ايه وامتى وازاي ومستني دوره واكيد دوره هيجي لقدر الله في اصابة لقدر الله في وقف انما هو عارف ان دوره هيجي وحتى لما الناس بتتكلم عليه طبعا انا برفع له قبعة الناس بتقول له يعني يمشي وبتاعه كلام قالك لا انا ابن اكرامي انا من عائلة اكرامي محكوم علي اتواجد في النادي الاهلي الى الممات فانا برفع له قبعة وبقول له كلامك ده مؤثر بالاجاب على فرقتك ومؤثر للجمهور مش اي حد عنده زي ما بيقوله كده اتفاني مش اي حد عنده انه هو ما يظهرش بس موجود بيحب النادي حب النادي ولو فعله انه كمان شريف كان في مرحلة كبيرة جدا سوبرستار كان هو الحارس لقموحات الفريق كان الحارس لقموحات في منتخب مصر فمش سهل عليه تعامل مع ده الا لو كان عقليته احترافية وبيحب النادي الاهلي اوي وعارف دوره كلاعب او كحرس مرمى معدل شريف من 2010-2017 في النادي الاهلي فهو عارف هو بيقول ايه وعارف بيعمل ايه وعارف بيتكلم مع مين فطبعا انا برفع لقبعة وعارف ومتأكد ان لما يجيله الفرصة ان شاء الله هيبقى على قدر المسؤولات ثقة فيه المسؤولات علي لطفي نفس الكلام وعارف ان الفرصة يجيله متأخرة شوية بس من واجبه ان هو لازم يزبط دايما الحرس التالت اللي بيقوله عليه دايما ايوب لما يبقى معاه اتنين حراس كبار او نجوم سابقينه دايما في الاختيار او اقرب للاختيار وهو حرس كف دايما تبقى مهمة صعبة جدا عليها كابتن اكيد الحرس التالت ده مشكلته ان معاه اتنين حراس كبار فمشجره بسهولة فرص مشكلته بعيدة دايما كابتن شوبر قاله عليه ايوب عشان كان معاه كابتن سابت رحمة الله عليه اعتقد او ثمانين. اللي اتنين اتصابوا مع بعض. فدي طبعا صعبة شوية. تمام? اه اه فعلي لازم يزبر. ويعني لازم يكون ايوب. ما هو اما اي 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 يونس. وان شاء الله يجيله الفرصة في وقتها من غير ما حد يتصاب. اه ان شاء الله. ان شاء الله مش عايزه. انا مش عايز حتى يتصاب. اذن الله من اتمناش حد يتصاب ويبقى كل فرقتنا متكاملة. لكن يبقى له دور فوقت من العواية ان شاء الله. اكيد ان شاء الله هيجيله وقته. بس انا زي ما بقول حضرتك انا جربتها وكنت تالت برضو. اه بس انا ما استحملتش. انا بقيت يونس. خدت المركب ومشيت. قلت عايزة لعب. جالك وقت وقلت انا كل واحد وليد مابه. انا قلت انا عايزة لعبه خلاص. اه كده كده اللي بيلبس فنة النادي الاهلي. اه بتبقى شرف لليوم الدين. تمام? اه انما. لو بتخليه يعني صراحة كابتان احمد ما كانش ده فارق معاك انك بتروح نجم في اي نادي بتتعاقد معاك. الحارس اللي جاي لنا الجون اللي اتعاقدنا معا من النادي الاهلي. اكيد. بتفرق مع مع اسم اللعب او الحارس. ابن النادي الاهلي في اي حتة? ستار. ستار. هم. يعني هي بص انت جاي من النادي الاهلي خلاص انت نجم وبتوقع على على بياض من غير ما يعني النادي اللي انت بتوقع معه شروطك بتمليها عليه. عكس لما تيجي من قندية تانية. لأ نزل الملعب نبص عليك نشوف فاك واخبال حضرتك. فدي طب فرق كبير جدا. فهي طبعا انا شايف ان علي هيتعب شواء. بس فرصته هتجيله كمان علي. جون مش كبير يعني علي 29 سنة. اعتقد السنة ده هيوصل 30. يعني. بينه وبين شريف 8 سنين. بينه وبين الشناوي اعتقد سنتين او 3. ففرصته هتيجي. انما امتى. وهو شفناه في مراحل قبل كده مع المنتخبات سواء منتخب الشباب او الولمبي او الولمبي او الولمبي. جدا. اه فيلا اعتقد ان احنا مش عايزين نظلمهم. انما لما يجي وقتهم انا متأكد انهم ما يبعوا على قدر المسؤولين. طيب البداية. بداية الاختيارات مع منتخبنا الوطني الاول. حاليا جهزة بعد تكليف الكابتن حسام البدري بالمهمة. في المعسكر الحالي معسكر اكتوبر. محمد الشناوي. محمد بسام. محمد عواد. رأيك في الاختيارة. هاي لا. اولا اتكلم من الاخر محمد بسام. الراجل بقاله سنتين بيعمل عليه وزيادة. ومحدش بص عليه. تمام. مالشي كويس جدا 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 السنة دي. عمل البداية في الدورة ثلاث مرشة طوالة ارواحة. كان سبب في مكسب امبي مرش واحد سفر. صدر بالجزاء. يمكن خسر الانتاج وكان الى حد ما سبب بس كان ماشي كويس جدا. المرشي اللي بعد اعتقد كسبه تلاتة واحد في ملعبهم وعمل مبارجة جدا. اه مش اي حد. مش اي حد يبص عليه. اين خبيرة من كابتن ايمان طاهر. بحيي عليها. يمكن كابتن ايمان طاهر في مشكلة عنده كبيرة جدا. انه عنده تلات حراس في نادي الزمالك. اذا كان محمد عواد. محمد ابو جابد. اه اه جنش ربنا يشفيع فيه ورجعهم لاصابة ان شاء الله. ان شاء الله. اه اه التلاتة متواجدين في نادي واحد. وللأسف مش هيقدر ياخد غير واحد فيهم. مع ان التلاتة السنة الفاتح كنا موجودين مع كابتن احمد ناجي في المنتخب. ودي حاجة مش ايجابية. للأسف حاجة سلبية. كان لازم الاتنين التانية يفكروا هيلعب. انت يمكن جنش لما يرجع ما اعتقدش انه هيكمل في نادي الزمالك. اه انما دي النقطة سلبية اه اه في نادي الزمالك. الناحية التانية نقطة سلبية في النادي الاهلي. انه محمد الفترة اللي جاية من المنتخب. بالزبط. اه احمد الشنوي اه مصاب اه اللي بيلعب اه اه اه. طب سؤال عشان بس على ذكر ابو جبل وعلي لطفي. قل لي ازا كان كلامي صح ولا غلق. في حاجة متشابهة في اداء الاتنين. علي لطفي وابو جبل. اه. لا خالص. انا انا في وقت من الاوقات كانوا طالعين في مرحلة واحدة. كان سنهم قريب. اه شفناهم في فترة من الفترات منتخبات اه اه اقل من منتخب الاول منتخب وكانوا ظهروا فترة واحدة. فتعودنا انتابع الاتنين في نفس الفترة. وفعلا كانوا مميزين. طيب اعود ظهور له. اه الاتنين اداءهم مش متوازية. مش متقارب. مش متقارب من بعضه. اه ولكن لكل واحد ستايله. يعني اه اه ابو جبل بيلعب من الحركة كويس جدا. الاوفرات ويغطي وراء وراء خط الظهر. يمكن عنده انقص حطة حتة سرعة رد الفاعل. علي لطفي عنده بقى الميزة دي. انه عنده سرعة ترد فعلا كويسة جدا. بس التعاملات وفي الاوفرات ويغطي خط الظهر يمكن قليلة. ودي اللي هتيجي بالموتشات وهتيجي. اللي هي الفوتورك. شغل الجن في الحركة. بزبط. سواء يتحرك امتى لكورة العرضية او انه يعمل دور الباك. بزبط. بزبط. بس علي عنده الصد. الحراسة من السبات مميزة. الطيرة وصدة الكورة. فكل واحد فيهم ليه مميزات. ولكن اللي اتنين طلعين من مدرسة. مميزين. انا فكر ظهورهم الاول لتنين. انهم طلعين من مدرسة واحدة. خلي بالك. احسن نادي في مصر بيطلع حراس مرما دلوقتي بعيدا عن النادي الاهلي. هو النادي امبي. تمام? اه عندك اه علي لطفي عندنا. ابو جبل في الزمالك. اه المهدي سليمان حارس ولا اربع. ولا ارواح. اي اعمل مطرق ريسة جدا. اه معين عبد المنصف اه اه من نازل زمالك. وابليه اتحاد عثمان. ولكن السنين بتاعته في امبي. اي اللي مخليها يلعب لحد الوقتي. تمام? فهل تقصد ان شغلك التدريب حراس المرما في امبي. انه شغل مميز جدا. صراحة. فعمل فرق. مدي عبد المنصف استمرارية في الملع. هو حارس عنده خبرات. بصراحة جدا جدا جدا. فانا شايف ان مداربين حراس المرما في امبي. اه اه. يعني حاجة كويسة جدا ومشيين بطريقة. لان على اقل كل سنة بيطلقوا اه خلي بالك. الاتنين موجودين دلوقتي. الاندياة كبيرة كلها هتتكلم عليهم. اذا كان عبد عزيز البراعوطي او محمود جاد. اتنين حراس جيدين جدا جدا جدا. اه. وسنهم صغير. واحد تلاتة وعشرين سنة واحد واحد وعشرين سنة او اتنين وعشرين سنة. اه. والاتنين كويسين جدا. مع الخبرات هيبقوا حاجة مميزة جدا. هو كمان من معلومات اللي افتها ان عبد المنصف في بداياته كان لعب اه خط وسط. اه 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 اه. وانه المدير الفني لفريق ودي دجلة بيعتمد عليه بدرجة كبيرة لانه بيحب في طريقة اللعب او تحضير الهجمة يبقى في دور زي دور الباكات او المدافعين بيبدأوا الهجمة لحرس المرمى. كمان. فشايفين انه هو معتمد بالنسبة كبيرة على محمد عبد المنصف انه بقدر يقدر يقدر مهمة دي. اكيد. بيلعب كرة برجله كويس. اكيد لا هو لعيب كرة كويس جدا. خلي بالك مش اي حد يبقى لعيب كرة. فمصر انا ما شفتش اتنين لعيب كرة حرس مرمى. زي شريف اكرامي ومحمد عبد المنصف. اه يعني اتنين ومصطفى كمال. مصطفى كمال لعيب كرة كويس او. اه. دول التلاتة اللي انا شفتهم بلعبوا كرة كويس. اه. اه. اممكن عبد المنصف اه بدايته كانت معايا خلي بالك انا عبد المنصف موريد برضو واحد سبعة وسبعين. فمنتخب قلومبي مع بعض. وعشاننا بعض فترة كبيرة جدا. اه. اه. عبد المنصف لعيب كرة كويس او هايل. اه. اه. مركز لحد الوقت انه موجود في الملعب وخلي بالك مش سهل. اه. مش سهل والله. يعني انا فرفرت من اخر سنتين. اه. اه. عند زالت السنة لقبل. سنة. سنة اربعين برضو سنة تعتبر حرس. طبع. طبع. اه. 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 اه 24 دور متتالي بيلعب فيه ربنا يزيد وربه 30 لأنه ده هيبقى ريكورد ليه هو والمصر نوع من النجاح للعب برضو استمرارية اللعب ونجوميته وحجم البطولات والإنجازات وبنشوفها في الاستمرارية جات في اللعب كان عنده المعادلة كلها النجاح لأنه في النادي الأهلي والاستمرارية والعطاء في الملعب كابتن أسامة عرابي الناس كانت بتشيد بقدرته على الحفاظ على مستوى وأنه فضل لحد مرحلة الاعتزال وقرار الاعتزال مهم جدا في الملعب ومؤثر جدا كابتن أسامة عرابي لحد 38 سنة هو واحد من اللي بنعتمد عليه في خط المنتصف حتى لو كان احتياطي كان بينزل بيقفل حتة معينة أو بيساعد في حاجة معينة كان بيعملها بطريقة غير طبعية أهلي وزمالك تبقى متطمن أن أسامة عرابي لازم يكون موجود شوف لازم يكون موجود في أي وقت أي حد بيزيد هو اللي برجع يغطي مكانه باكراهب بيزيد لاي وقت باكراهب باكراهب بيزيد باكراهب باكراهب سردباكين أي حد بيزيد فيهم لأن احنا كنا ملعب تساعتها خمسة تلاتة اتنين كان بيتلاقي أسامة عرابي موجود يعني كان عنده قدرة غير طبيعية على أنه التفكير السريع في الملعب وده اللي لعبه خلي بال كابتن أسامة لعب بدماغه اللي خلاه يلعب ويقعد الفترة دي كلها آه طبعا محافظته على ليقته البدنية ولكن أنه كان بيلعب بدماغه أي حد يغلط يروح يشير الغلط بتاعه فيظهر أنه ايه محسر تأثير كبير جدا بالضبط كان بيهتم على طول كان يقولينا كده وإحنا صغريين يقولينا سيبك من البداية ما تزعلش إن المدرب يبتدى بيك ولا ما يبتدعش آخر لقطة في الدوري آخر عشر مرشات في الدوري هم اللقطة السنوية سيبك من البدايات البدايات بتتنسي الناس بتفتكر آخر عشر مرشات في الدوري كنا ايه وعملنا ايه وهنعمل ايه فالبدايات كHolaيب يكون موجود في الحد pasture مش دي المهمة أنا ممكن أعود حضراتي في الأول بس طول الموسم أمشي كويس لحد ما إجي الناس تخلص الموسم فاكرة اللي فنشت الموسم فلما يجوا يتعاقدوا معك يتعاقدوا معك بمبلغ أكبر فده بص بص الزكاء فيه زكاء في حتة صغيرة ولكنها بتبين هو ليه ليعب لحد سبعة كثلاثين سنة طبعا هو من علامات يعني يندرة في تاريخ الكرة في مصر وفي النادي الأهلي كابتن أسامة عربي بلا جدال واحد من نجوم الكبار حرج على سؤالي يعني إقراضي فنية يا كابتن أحمد عن الاختيارات اللي بدأ بيها المنتخبنا أو الجهاز الحالي المنتخبنا الوطني الأول تلات اختيارات في مركز حراسة المرمى شناوي بسام عواد شايف الاختيارات موفقة جدا جدا أنا مفيش حسب منه ممكن أنا بس كنت أتمنى أن مهدي سليمان ينضم معهم لأنه حارس جاي والراجل كل ما ينزل يعني كان أحمد شناوي بيلعب على طوال كل ما يتعور أحمد شناوي لأن إصاباته كتير بينزل المهدي بيشيل فرقة بيشيل فرقة بيرمد حتى في موتشنا احنا الأخير اللي خسناها كان الشناوي ماشي كويس طلع الشناوي نزل المهدي آخر 25 دقيقة شلهم فراد وشل كرة من تحت العرضة الولد كل ما بينزل بيبقى موجود فأنا كنت أتمنى أنه يكون متواجد ولكن هي الاختيارات المتاحة والممكنة لكابتن أي من طهر وكابتن حسام البدري أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يبقى دويته محترم مع بعض تجربة احتراف حارس مرمى مصري خارج مصر لماذا هي تجارب قليلة جدا في أوروبا تجارب يعني تتعدى على أصابع اليد الواحدة عندنا كابتن أساب الحضري كابتن نادر السيد تجارب قليلة جدا وحتى على مستوى المنطقة العربية أو أفريقيا برضو لتجارب قليلة طيب خمستاشر ستاشر سبعتاشر سنة الحراس تبقى جيدة جدا 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 في الآخر بقى الحتة اللي فيها الكحكة الزغير المدرب اللي بيطلع الحارس على أحسن مستوى يلعب في الفريق الأول دي ممكن عندنا نقص احنا في تكوين الحارس وإمكانياته ونعمل الحارس كويس وإزاي يتعامل مع كورة وكل حاجة هيلة جدا ولكن الحتة بتاعت تحت التلت خشبات ليها رونة خاص وليها شغل خاص بيها دي ممكن عندنا احنا متأخرين فيها شوية دي نمرة واحد نمرة اتنين احنا عندنا زي ما بيقولوا كده الجسمان كويس جدا جدا او شاسية زي ما بقول عياء شاسية بنا الجسم نفسه هاي شكل تكوين الأجسام ولكن يمكن ينقصنا الناحية في ايه في البدني لا لا مش السرعة الفيتنس او المرونة او اليابة او التحمل الحاجات دي مش عندنا بصورة مميزة ومش اي حد بيشتغل فيها تمام عندنا قطة مهمة جدا سلبية في مدربين حراس المرمى زمان المدرب اللي ما بيالوهوش حتة بيروهوش تغل مدرب حراس المرمى دي حقيقة وقعة وموجودة لحد يومين هزا الا من راحة مربي في أندية كبيرة وبتلعب دورة ممتاز المدربين بتوعها ملعبوش تحت الترى الخشبات فما عندهمش الاحساس اللي يوصلوه لحارس المرمى المتواجد ازاي بقى متواجد تمام هل بتشوف كابتنا احمد أنه من ضرورات أن تصبح مدرب حراس المرمى مميز ومؤثر لك تكون كنت حارس المرمى أكيد أكيد لأنها مش هحس الكرة دي كانت فين ونزلت ازاي وتعمق أوفر معمول من هنا أنا مفوضة بقى موجود فين هاخد خطوة ولا مش هاخد خطوة هطلع ولا ما طلعش طب الكرة عملت سرور من ورا خط الظهر طب أنا مفوض مكاني تمركزي يبقى فين وحركتي وسرعتي تبقى ازاي لا طبعا طبعا لازم يكون البص لازم يكون على الأقل لعب من ستة لعشة وسنوات تحت التلت خشبات وفي معادلة تانية برضو الناس ما بتستوعبهاش فكرة أنه ممكن يكون أفضل مدارب حراس مرمى ما كانش أفضل حارس مرمى كان حارس مرمى متوسط أو جيد وغيره كان سوبر ستار بس بقى مدارب حراس مرمى جيد ومش سوبر كان مدارب فاهمنا المعادلة دي طيب هقول لحضرتك حاجة مرادونا أحسن لعب لعب كرة في العالم هل هو مدارب جيد؟ مندير فني متقاضع جدا بليه؟ ما مرنش خلص كابت معمود الخطيب بسبب الحتة التدريبية تفنية التدريب ويشتغل من ناحية دارية أحسن لعب في العالم بيبعدوا عن مفيش غير زداء اللي عملها جوارديولا هل هو كان رخم واحد؟ ما كانش سوبر بس هو في التدريب بحاجة ما شاء الله الراجل بتاع ليفربول يورجين كلوب يورجين كلوب كان لعب عادي جدا وبيلعب في الدول النمساوي والدول اليوناني ولعب في ألمانيا كان بيلعب في مهينز في مهينز 3-4 سنين دلوقتي مدرب عالمي اللي تخلي بالك التدريب دي موهبة زيها زي مختلفة عن موهبة اللعبة أنا بقول لها حالتك في مركزنا في الحراسة موهبة التدريب غير موهبة اللعبة خالص تمام؟ الموهبة بتاعت التدريب دي حاجة وموهبة اللعبة حاجة تانية خالص يعني ما لهاش أي علاقة كابتن سابت كان فيه أحسن منه في مصر الله أرحمه وبعد عن التدريب خالص اشتغل سنة ولا سنة ونص في السعودية أو سنة في ليبيا ورجع اشتغل في ناحية كابتن ناجي ناجحات كمدارب حراس مرمى أكثر كثيرا مما حقق كحرس مرمى 100 مليون مرة وما فيش خلاف ولا جدال عليها كابتن آيمن طاهر هيحقق ناجحاته وأنا بقول لك هو ده فوق ناجحاتك حرس مرمى أكيد أكيد خلي بالك كابتن آيمن من حراس أنا اتمرنت معاه ثلاث سنين في الحرس وسنة في تروجد مدرب هايل ومدرب كويس جدا 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 كيفية أنه راجل بقى له 12 سنة ولا 11 سنة مسك نادي الزمالك ولما ما بيمسكش بيروح وييجي فهو مدرب هايل جدا جدا أعتقد أنه هيبقى حاجة مميزة اللي أنا عايز أقوله لك طول عمر التدريب موهبة غير موهبة اللاعب خالص يعني إيه اللي لو طورنا يخلي عندنا حراس مرمى أكتر محترفين برا مصر وعندنا نجاحات على مستوى بعض اللاعبين في دوريات أوروبية نشوفها كمان مع حراس المرمى طيب واحد واثنين وثلاثة الثقافة والاطلاع الثقافة والاطلاع إحنا عندنا كل حاجة هاب هازرد لي كده مش يعني ما عندناش أسس اللي عايز يشتغل مدرب حراس مرمى يخش على اليوتيوب يجيب له تمرينتين ويشتغل هب دب هب دب طب التمرين ده ليه وعشان إيه وعشان تحسن بيه إيه وإيه المفترض منه وإزاي تعمله على أحسن مستوى طب الناس اللي بتعمل التمرين برا ده التمرين ده هم عايزين منه حاجة معينة ممكن شغل سرعة رد فعل إنت الجنة اللي عندك سرعة رد فعله عالية مش بحتاج سرعة رد فعل إنت عايز قوة انفجارية إنت عايز أداء مميز سرعة مميزة بالقوة إنت عايز حاجة واللي بيعمل برا ده بياخد حاجة تانية من التمرين هقولك على حاجة زريفة أو إنت لو شفت مدرب عادي جدا موقف اتنين لعيبة بيباصوا البعض بيباصوا البعض إنت ممكن تقول مدرب ده ما عندوش فكرة بس أنا هقولك حاجة بقى لا ده فيه خمس أهداف ما سوى الله أربع أهداف اتنين واحد الاستلاع اتنين الحركة أثناء اللعب تلاتة تنظيم يحط بطن الرجل وزاي في الكورة أربعة التفاهم بينك وبين الزميل وزاي بقى فيه كونتاكت بينك وبين مع أنه تمرين باص اتنين بيباصوا قدام باعة بس أنا كمدرب عايز ايه من التمرين ده هي دي قصة عندنا في مصر ما فيش قراءة ما فيش اطلاع زي ما بقول لحضرتك فيه بس ثقافة مش مكتسبة ثقافة تتفرج عليها فأنت بتقلدها بتحاول تقلدها إلا من رحم يا رب عشان بس يحقق عن الحق كابتن أحمد ناجي ما بقاش كده غير لما قرأ كابتن ربيان رياض موسوعة موسوعة في تدريب الحراس متنقلة كابتن فكر صالح نفس الكلام الناس دي كابتن أحمد ناجي كابتن أكرامي الناس دي كلها احنا عارفين ان هي غير ان هي مارست ولكنها بتقرأ وبتطلع ودلوقتي بقى محاضرين كابتن أحمد ناجي في دورة سيل اللي فاتت بتاع الاتحاد أفريقي كان بيحاضر في الدورة من عشر تيام كان بيحاضر في الدورة الأفريقي احنا عندنا تاريخ طويل يا كابتن أحمد يعني بدأت مع الكابتن مصطفى كامل منصور عام 37 واحترف في كوينسبارك كان عندنا جزور للحكاية وتاريخ للحكاية بيقول أو يوم بوصل سيميفاينال للكاس مع كوينسبارك الواحد لما ينزل لتاريخ الكرة في مصر وخروج حراس مرمى من التلاتينيات يقول ان احنا هنتوسع في التجربة دي التوسعات كلها جات في تجربة احتراف لاعبين وليس حراس مرمى طيب برضو عشان ما نظلمش المواضيع انت بتصال الكلام 37 قديم قوي بعدين احنا مررنا بظروف سياسية صعبة 52, 56, 67, 73 الظروف سياسية صعبة جدا الفترة دي لما دخلنا التمانينات الناس كانت تعدت عننا بكتير في البدايات احنا كنا قريبين منهم في الكرة في التمانينات واوالي التسعينيات العالم بيلعب كرة واحنا نلعب كرة تانية خلص تمام ما بقيناش على قدر المستوى اللي برا وان كان الحراسة جيدة انا شايف ان عصام من وجهة نظري عصام الحضري مع ان كل جمهور الاهل نازل علام منه ولكن هو واحد من افضل عشر خراس مرمى انا شفتهم بعيني بيلعبوا على مستوى العالم على مستوى من وجهة نظري حقك طبعا وهو الناس كتير قالت عليه كده في فترة تقلقه طبعا على مستوى الافريقي الامكانيات موجودة ولكن ازاي نسوقها على فكرة دي مشكلتنا في كل حت هو عماد متعب مايلعبش في اي حتة في اوروبا في عز تقلقه ابو تريك مايلعبش في اي حتة برا في اوروبا بركات مايلعبش في حتة في اوروبا احنا ما بنعرفش نسوق بضعيتنا حلوة ما بنعرفش نسوقها وبنحب نداري على بضعيتنا عشان الشامعة ايه والشامعة بتطلع فينا بالاخر طيب رأيك ايه في تجارب حراس المرمى الكبار في تاريخ الكرة الاوروبية او العالمية اللي اتجهوا للتدريب عندنا ميشيل بردوم البلجيكي عندنا دينوزوف الايطالي عندنا عدد من التجارب مش كلها نجحت والتجارب اللي نجحة منها كمدير فني مش كمدير حراس ما كانت قليلة جدا طيب بتاع روسيا اللي ماسك منتخب روسيا دلوقتي الراجل لا ارى ده حارس مربع بدوزاكي شيزوف شيزوف اه بدوزاكي مدير فني زوف مسك مدير فني شوية وسابل شغلانة خالص على فكرة هو بدوزاكي كمان كان حارس عملاق ونجح جدا ولم يوفق دينوزوف كان افضل العالم في فترته بشهادة قراء كتيرة جدا لكن لم يوفق طبعا اكيد الحارس انت عشان تبقى حارس لازم تكون هايل جدا 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 لازم تكون الفرقة اللي انت بتلعب فيها عارف انت بتلعب بانهي نظام وايه فايدتك وايه انت بتعمل ايه في الناحية الهجومية خلي بالك الناحية الدفاعية انت حارس لازم تكون ملم بكل حاجة عشان تواجه زميلك باقراءة باكليفت سردباكين تواجه النص الملعب لازم يبقى فيه كلام كتير فانت بتبعيش في اجواء اللقاء ودمغك شغالة ايه اللي المدرب ممكن يعمله طب ناحية الهجومية انا ببقى برضو بسمع كل حاجة عشان اعرف احرك الناس حواليا فمش قصة ان ان ده حارس مرمى فما ينفعش يبقى مدير فني لا طبعا ينفع ولكن يمشي بخطوات زي ما بقول حضرتك قراءة اطلاع انه لازم يعوض انه ما كانتش لاعب كان حارس مرمى يلم بجوانب اكتر تكتيكية في المرمى يمكن عكس حراس المرمى اللي بقول حققتك عليها فيه مدربين كتير زي مورينيو يعني يبقوا حاجة تانية وهم مش ملعبوش كورة ممارسوش كورة فدي حاجة ودي حاجة عندهم موهبة فممكن يكون حارس مرمى عندهم موهبة ساري مدرب يوفنتوس دلوقتي طبعا يعني فانت ما تقدرش تتكلم على مدير فني مدير فني لا دي بقى دراسات وقصص وحكايات وانت تت الطريقة دي بتتلعب ازاي والطريقة دي بتتلعب ازاي ومين يتحرك هنا ومين يتحرك هنا فدي قصة تانية خالص مش معنى ان انا كحارس مرمى ما مقدرش عملها لا انا قدر اعملها بس لما ركز فيها وابتدأ اشتغلها انما كل معظم الناس اللي اشتغلوا او الحراس الكبار اللي اشتغلوا مدربين مديرين فنيين يمكن فشلوا معادة معادة الرجل بتاع روسيا ده معامل فرقة هيلة ما شاء الله وبردوم كان تجربته نجحة يعني كمدير فني حق بعض النجاح او تجارب نجاحها مقارنة باسماء كبيرة جدا كانت زي حراس مرمى كبار ومن علامات حراسة المرمى في العالم لكن لم يوفقه زي ما قولنا زوف وغيره من الحراس الكبار وايضا بادوززاكي طبعا من اعظم الحراس اللي شفناهم في العالم العرب وفقارة افريقيا لكن لم يوفق النتائج ما كانتش في صالحه كمدير فني طيب كابتن احمد حضرتك دراست الصيدلاء حضرتك بكتور صيدلي هل بعدت تماما عن المجال الفني وكرة القدم ليه ما فكرتش وانت بالشخصية دي وتركيزك وإلمامك بأهمية المعلومات والدراسة والتطوير على انك تبقى مدارب حراس مرمى او تتجه للمجال ده وتعمل حاجة تجربة مختلفة احترافية اكتر طيب يعني كل اللي اقوله حالتك انا بحاول وماشي بطريقة الحمد لله اعتقد بخطوات سابتة يعني مع نفسي تحضر دلوقتي دورات او بتاخد يعني درجات اعلى في التدريب مرأس الناس كمان مرأس في في الاتحاد الاسيوي بعض الناس برسالهم والحمد لله بيدوني كل جديد كابتن احمد ناجي ما بيأخرش عليها حاجة كابتن بريم عبا عزيز بيأخرش عليها حاجة كابتن فكري صالح على طول بتكلم معهم كابتن بريم رياض الناس دي متواجد معاها وفي حضنها زي ما بيقولوا عشان يمدوني كل جديد بقرأ بطلع طب وطموحك عشان تترجم ده وتطبقه في الملعب طبقي ده ازاي في الملعب بصحول لحاية حاجة انا ماسك دلوقتي فرد شريات دخان تمام فريق اول الحمد لله بحاول اشتغل اللي بتعلمه وبشتغلوا على طول وانا موجود في الملعب مافعتني حتة مهمة جدا انا اشتغلت لمدة 3 سنين وانا بلعب كمان كنت محلل اداء حراس المرمى للدول الممتاز كله في قناة في قناة كبيرة يعني تمام 3 سنين وارا بعد فتحليل الحراس المرمى زدني خبرات وزدني قدرة على تفنيد الاخطاء بقيت بتقعد تعمل مقارنات كتيرة جدا انا بتشوف السليب كتير هو موهبة موهبة التدريب ان انت الاول تبص على الخطأ تفنده ازاي تطلعه ازاي وبعد كده تحوله لتمرين موازي دي عشان تتغلب على الخطأ ده وتنفزه فيرجع بعد كده تأثيره في الملعب فانت المهم في الاول تلاقي الخطأ تدور عليه وتلاقيه ان عينك تعرف تشوف الخطأ ده فيمكان التحليل فدني التحليل حراس المرمى فدني في النقطة دي خلى عندي قدرة على اني يعني الحمد لله تقدر تميز الخطأ بسرعة من الحياة مش ادعي بإذن الله تكون كده هم نتكلم عن تفسيرك الهر ان التحليل اكسبك خبرات اكيد تقدر تشخص الخطأ ده بسرعة اكيد بعد كده لما تقدر تشخص الخطأ تديره علاج بقى فانت بتعمل تمرين يوازي الخطأ اللي وقعت فيه عشان تقدر تتغلب على الخطأ نجحت فيه يبقى انت كمدرب حراس ناجح طيب الرهان على فريقك وان شاء الله تكون موفق وتكون انطلاقة لنجاحات اكبر ولكن عدم وجودك كمدرب حراس مرمى في دوري في الدوري الممتاز في دوري الاضواء زي ما طول عمدنا نقول عليه هل هيتحلك نفس المساحة ان شغلك ابتنا احمد فوزي تشاف لا بس فيه حاجة مهمة جدا البناء دم ما يطلعش من السفر الخمسين او الستين في نطة واحدة لازم كل حاجة تدرج السنة اللي فاتت انا بطلت روحت مسكت في الناشئين في النادي الاهلي عندنا اولا عشان حاجة مهمة جدا عشان بقى اسمي مدرب بقطاع الناشئين في النادي الاهلي خلي بالي وانت عايز تحط دي في السيفي قطعت الاهم حاجة قطاع الناشئين في النادي الاهلي دي حاجة كبيرة يول فدي اهم نقطة كانت عندي صحيحة تعلمت فيها وخدت خبرات كبيرة وخصوصا المشرب بتاعه كابتن اكرام يعني ومعي مدربين كبار في الناشئين تحت ولكن اول ما جات لي فرصة ان انا اكون متواجد في فريق اول لازم اخذ الخطوة دي ليه هتديني خبرات في التعامل مع الحراس الكبار اكيد كان عندي جزء منها وانا بلعب ولكن لما تبقى مدرب بتبقى يعني ايه اصعب شئي ضغوط اكتر اكتر من قطاع الناشئين بزرق اكتر ضغوط اكبر كل حاجة وشغلك بيظهر اسرع شغلك مش بيظهر اسرع عن الناشئ الناشئ قدامه 3-4 سنين يغلط في البراعم قدامه 3-4-5 سنين يغلط انما انت في الفريق الاول انت لازم تقول لموتش يخلص تصلح الخطأ اللي حصل شغلك يبان في الموقع بعد بعدها لازم تمام فدي عايزة تديني انا اخذتها كخطوة عشان تديني خبرة اكيد اكيد اتمنى ان انا اشتغل في درجة تانية واشتغل في ممتاز ولكن مفيش حد بيطلع من الصفر كابتن احمد ناجي مميسك سنتين في الشارعة الدخال كابتن ب statist unnecess عب占زيز من احسن المدربين في مصر مميسك سنتين في الشارعة الدخال كابتن ايمن طاهر اول ما اشتغل اشتغل في في نادي عصمان اسمه ايه أو فonosون لا اتحاد واصمان اتحاد واصمان واشتغل في جولدي مداربين كبار اشتغلوا درجة تانية مفيش حد بيطلع من الزيرو للواحد لا وكابتن ناجي عنده فترة كبيرة بعد ما انها مشوارك حارس مرمى ما كناش متابعين وما كانش تحت بدأ نجاحه وبدأت الناس تشوف بصماته وشغله من تجربته مع مدير كورة كابتن سابط البطل مانو الجوزيه مدير فني الجهاز ده اقول لك كابتن ناجي مش ازاي كابتن ناجي بطل مسك في الشريعة الدخان وبعدين راح مسك مع كابتن محمد عامر وبعدين مسك الشمس مع كابتن برضو محمد عامر راح بعد كده السويس وامن السويس مسك منتخب السويس يعني قعد بالضبط ست سنين يمرا تحت وبعدين جه النادي الاهلي اشتغل تلت سنين في الناشئين وبعدين ربنا كرمه وصعد فوق وكابتن ناجي تمام فهي القصة عايزة ايه عايزة مثبرة انت لازم تتعلم وكل يوم بيبقى فيه جديد وكل يوم تقرأ وكل يوم تطلع كابتن احمد من الحوار ده ان عندك سمات شخصية تؤهلك انك تبقى ان شاء الله لو ربنا وفقك وواصلت عملية الاطلاع بالشكل اللي بتقوله ده واشتغلت بالعقلية دي نكتبى واحد من افضل مدارب يخص المرمى فاصل ان شاء الله ربنا يكرم يبقى في ناجحات خارج حدود موفق ان شاء الله وشكرك على وجودك ومعنا النهار ده شرفتنا كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا وصاحب التجارب ايضا في عدد كبير من الاندية المصرية ومرة تانية كل سنة حضاك طيب ورعيد جنادك القادم ان شاء الله نحتفل بعيد ميلادك نحتفل بفوز الاهلي ان شاء الله يكون الاهلي موفق ويقدي والاداء والنتيجة يكونوا في صلحه في مباراة القمة اللي جاية ان شاء الله يوم 19 اكتوبر الجاري امام نادي الزمالك المنافس التقليدي والقطب الثاني من قطباي الكرة المصرية يكون مباراة على قدر اسم فريقاء الاهلي والزمالك ويكون الفوز والنجاح والاداء الافضل والتوفيق حليف فريقنا ونجمنا في هذا اللقاء ويتفوقوا على الزمالك والفوز في الجولة الرابعة وهتكون زي ما قالك اتنا احمد فوزي انطلاقة تانية ومحطة مهمة جدا في مشوارنا المنتز هذا وفقنا ليها ان شاء الله شكرا لحضراتكم على المتابعة نهاية هذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة